الحقيقة لما أتخيل هذه المرأة لو لم تتهم بهذه التهمة كيف سيكون مصير الله ستبقى في بلدها وسيستمر أيامها حتى يتوفاها الله سبحانه وتعالى على الكفر وإنما حصلت هذه المعاناة وهذه الأزمة ليكتب الله فلاحها إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق الصلاة عليها فقط وإنما يستدركها استدراكا ويذهب إلى قبرها خصيصا ليصلي عليها وهذا يكشف معنى موجود في القرآن الكريم لما نأتي لبعض البشائر والبشائر المهمة كأنها لا تأتي إلا ملفعة بثوب من الشدة لما تأتي متنكرة وفي ثوب من الشدة في إبراهيم عليه السلام فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرة فجاءته البشرة على شكل من الروع وعلى شكل من الخوف وكذلك لوط عليه السلام وهذا يوم عصيب مع أن هذا اليوم هو يوم نجاته ونجات قومه وهلاك أعدائه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في حياته بشرة أعظم من بشر الرسالة والنبوة ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد أنه يذهب إلى خديجة ويقول زملوني ويقول دثروني لقد خفت على نفسي وهي أعظم بشارة ومريم عليه السلام لما يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية منسية وهي أعظم ما يكون من بشارة أن تكون أم لعيسى عليه السلام وتكون الصديقة وتكون يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى وفي المقابل تجد إنها قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ماذا نأخذ من هذا نأخذ إذا أن الإنسان عرضت له أزمة وعرضت له محنة أن لا يستسلم لها وأن يفتش وراءها عن الحكمة وعن الفرج وعن التوفيق وعن التيسير وفي قصة الخضر عليه السلام أهل السفينة لا شك أنهم انزعجوا من خرقها ولا يدرون أن نجاتهم من عند الملك الظالم هو بسبب هذا الشيء الذي انزعجوا انزعجوا منه ففي كل محنة منحة وفي كل أزمة فرجوا بإذن الله إذا نحن نظرنا إليها بهذا الفعل والأمل والثقة الحسنة بالله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر